التقى رئيس المجلس الانتقالية جنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية عيدروس الزبيدي بنائب وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي واطلع الزبيدي من الدكتور الشماسي على برامج عمل وزارة النفط والمعادن والجهود المبذولة من قبل فروع الوزارة وشركات النفط في المحافظات لتنظيم عملية استيراد المشتقات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية للحفاظ على استقرار الحالة التموينية في السوق المحلية واستمع الزبيدي منه إلى شرح موجز عن خطة الوزارة لتعزيز فرص الاستثمار في قطاع الغاز بمحافظته حضر موت وشبوة مشددا على همية توفير بيئة جادبة للاستثمار واطلاق مشاريع استراتيجية في هذا القطاع الحيوي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد الوطني